أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكون أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباطا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر غل ترى من فطور ثم ارجع البصر كوتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فعجوا سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكلبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشعون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسلوا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذي يوم مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غراء فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم لكم الليل إلا قليلا نصفه أب انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترديلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى طيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجر هجرا جميلا وذرني والمكنذبين أولي النعمة ومهفلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا ميلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول فأخذناه أقذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البندان شئبا السماء فطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معتك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحفوا فتاب عليكم فاطرقوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قوضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر طوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إننا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصلناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الغباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نطيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فيه فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هنقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون طوصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لا إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا منها دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محورون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان أشلس والقمر بحسبان إن نجد الشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيم المزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخب ذات الأدمان والحب ذو العصف مريحان فبأي آلاء ربك ما كمذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجنة من مارج من النار فبأي آلاء ربك ما كمذبان رب المشرطين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما كمذبان مرج البحرين يلتقيان بينما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما كمذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما كمذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربك ما كمذبان فبأي آلاء ربك ما كمذبان كل من عليها فعان فبأي آلاء ربك ما كمذبان يسأل من في السمنوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ما كمذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما كمذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما كمذبان يُرسلوا من أقطار السماوات والأقطار يُرسل عليكم ما كمذبان ومن حاسم فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما كمذبان فبأي آلاء ربك ما كمذبان يُرسلوا من أقطار السماوات والأقطار 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 فبأي آلاء ربك ما كمذبان هذه جهنم التي يُكرزب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه معينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه معين كل فاكهة زنجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش فطائن ومن استبرق وجل جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لن يتمثهم وإن سنقبلهم لم يتمثهم وإن سنقبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياهوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جزتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهما أمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن عينان ورختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أفاكد ونخذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حرم قصرات في حيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتنسوا قبلهم وناجعان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهما تكذبان مدهما تكذبان فبأي آلاء ربكما 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 تكذبان